السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وإهلا وسهلا بكم اللهم لا يعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يا الله ونحن في شهر مبارك مثل شهر رمضان يا رب إن شاء الله ينعاد عليكم على الأهل وعلى الجميع بالخير والأفرح اليوم نحن رح نتكلم عن الريبورتين طبعا الريبورتين يعني الكلام المنقول بمعناها الكلام المنقول موضوع الكلام المنقول موضوع الكلام المنقول سهل جدا موضوع بسيط شون تحول الكلام يعني مثلا فلان قال لك كلمة شلون تحول هذا الكلام شون تنقل هذا الكلام يعني رح تصير قوال رح تصير قوال يعني طبعا أكو حالات إلى كلام المنقول إلى حالات إلى حالة السؤال وحسب الجملة مالتنا وإلى آخرين من هاي الأمور طبعا هذا الفصل كل يتكلم عن الكلام المنقول هذا الفصل 12 كل يتكلم عن الكلام المنقول يعني ما يناقش غير الكلام المنقول لذلك لذلك أنا حقيقة يعني فضلت أنه نتكلم عنه في الملزمة وناخذ أمثلة وتدريبات كذلك على هذا الموضوع خلينا نروح للملزمة ونبلش شرح أرتب أجمل وأوضح الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله اليوم نبدأ بشرح الكلام المنقول الريبورت دي سبيت وهذه الملزمة أيضا إن شاء الله راح نشرح عليها دعونا نبدأ أولا أولا تغيير الأزمنة طبعا الأزمنة إذا أجاني مضارع بسيط من أريد أحولها للكلام المنقول حولها Past Symbol يعني المضارع البسيط يكون ماضي المضارع المستمر يكون ماضي مستمر المضارع التام Present Perfect يصير Past Perfect يعني دائما نرجع للماضي دائما نرجع للماضي الماضي البسيط يتحول إلى ماضي تام والماضي التام يبقى نفسه ماضي تام شنو يعني كلام ما نقول يعني أنا أنقل الكلام يعني مثل ما إحنا نقول مثل ما إحنا نقول يعني أكو عندي عندي مريم وعندي سارة وعندي آية هذن الطالبات الثلاثة أكو كلام ما نقول بيناتهم آية قالت المريم قالت لها مريم أنا بالنسبة لي ما راح أقدر أحضر محاضرة اليوم مريم مريم قالت السارة قالت لها آية تقول آية تقول أنا ما راح أقدر أحضر محاضرة هذا اليوم يعني نقلنا الكلام نقلناه أنقل الكلام من شخص لشخص وأكو قواعد إن شاء الله بسيطة راح نأخذها وإن شاء الله راح يسهل أمر أولا أولا احنا عدنا تغيير الأزمنة ذكرنا هاي الأزمنة حفظه لازم نحفظها دائماً شي يرجع للماضي مضارع بسيط ماضي بسيط مضارع مستمر ماضي مستمر مضارع تام ماضي تام وهيش هم سهلين كل التام يرجع لت كل هن يصير كل المضارع التام والماضي البسيط والماضي تام كل الماضي تام عندكم بس المضارع البسيط يصير ماضي بسيط والمضارع المستمر يصير ماضي مستمر يعني كل هن يرجع للماضي كل هن يتحاول للماضي طيب ملاحظة النقطة الأخرى أيضاً مهمة عندنا بعض الكلمات إذا أجتني this أصير that إذا أجتني this أصير those إذا أجتني here أصير there إذا أجتني now أصير then وإذا أجتني yesterday أصير the previous day أو أصير the day before واحدة من عندهم اثنينات صحيحات the day before أو the previous day أو before day مو مشكلة هنا تم صح the previous day أو the day before حيو نجي الآن إلى التحويلات المهمة أيضاً أيضاً عندنا أفعال مهمة عندي الام تصير was الام والإز تصير was كذلك عندي الار أصير where عندي الhave والهاز أصير had عندي الكان أصير could عندي المست والهاب to أصير had to وعندي الشد أصير should تبقى should أيضاً هي التحويلات المهمة ولازم نحفظها جداً مهمة الولى صير with وإلى آخره can't say could هذه هي التحويلات المهمة اللي مفيدة جداً ورح نأخذها رح نجعل خطوات تحويل الكلام المباشر على غير المباشر أولاً نذكر اسم الشخص أولاً نذكر اسم الشخص بالبداية أنا أذكر اسم الشخص اللي أريد أن أقل الكلام إليه ثانياً نقوم بتحويل فعل القول شنه يعني فعل القول؟ الكلام اللي جايني قبل أقواس الكلام الموجود عندي قبل الأقواس هنا نكتب ملاحظة صغيرة رح أكتبها هنا ملاحظة قد قد لا يأتي قد لا يأتي في الجملة فعل قول أو قد يكون موجود هو أصلاً موجود في الحل يعني مرات هو أصلاً يكتب النيام إحنا ما نعلاقه بي ومرات إحنا لازم نكتبه فإذا عندي سي الصير سي مثل ما هي التال الصير سيتو والسيد الصير سيتو والتال الصير سيتو حفظهن سيب سي تال سيتو وعندي السيد الصير سيد وعندي تال الصير تال تال هذا الملاحظة الأولى عيدة نذكر المقصود المقصود به أنه يتم يتم اختيار ضمير المناسب ونضع ذات ملاحظة ثلاثة ثم ثم ملاحظة رقم ثلاثة ثم نقوم ثم نقوم باختيار باختيار ضمير المناسب للشخص القائل اختار ضمير مناسب للشخص القائل يعني إذا هو شخص القائل مكتوب إذا هو شخص القائل يعني ندى فأنا راح أختوى قايل لي مثلا مثلا قال لي من ندى أقول شي مثلا قال لي نقعلي فراح أقول هي ضمير اختار ضمير مناسب حسب الجملة اللي عندي آني شنو اللي عندي آني الفاعل ما لجملة ما لتي شنوه طبعا الفاعل اللي راح يكون عندي جديد مو الفاعل القديم لأن الفاعل الجديد أنا راح حوله هسنا راح نفتهم أي التفاصيل رابعا تحويل الزمن إلى الماضي اللي هو حسب القاعدة هذان الملاحظات اللي انطناهنا استونه طيب وراها في أزمنة كلام نقول نغير الضمائر والعبارات الظرفية ولكن ليس دائما وسيتم عرض كيف هذا الملاحظة كل شيء هاي مهم مهم خلينا نحذف ونأخذ نأخذ بعض نأخذ أمثلة الآن عدنا هاي أمثلة أمامنا راح نحل طيب نجي على هاي الأمثلة مثال أول يقول طوم سيد تو مي آي رايك كوفي طبعا عندي سيد تو راح صير تول تول نقري تول 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 مي هذا فعل القول خارج الأقواس الأقواس عندي ذنوان هن اثنين عندي أقواس هن اثنين هذن هذن ونهن توم سيد اي لايك لب هنا عندي هذن الفوارز العلويات الفوارز اللي فوق اي لايك كوفي راح يصير الحل توم تول مي نزلت مذكر توم هو فاعل مفرد مذكر وحطيت الذات من عندي ليش لأن قلت احذف الأقواس وحط ذات واله لايك مي توم تول مي ذات هي مضارع بسيط سويتها ماذا بسيط سويتها ماذا كوفي مثل ما هي الحل اعيد جملة مرة ثانية انا عندي توم سيد توم ماذا جملة مضارع بسيط حولها مبني للمجول عفوا كلام غير مباشر اللي هي report speech هذا direct speech وهذا report speech الكلام منقول تم سيد مي حول الى told told me سيد مي حول الى told me اولا وراها وراها اللي راح اسوي هو كالتالي اللي راح اسوي هو كالتالي الفارز احذفها وحط ذات ببدالهم ونزل الآية سويت زينستاذ الآية ليش عورت الى هي ما ندعت عن توم وفاعل ما التي توم هو نتوني ذكرنا اذا عندي ندى اقول شي لايك تكوف وإلى آخره وإلى آخره نزلت الجملة مثل ما هي ومثل ما تشوفون اماك ناخذ المثال الثاني مضارع مستمر جون سيد ايام ايام ريبيرينج ذكار يعني انا اصلح بسيارتي طيب نشوف الحل مالت اشلون صار جون سيد طبعا انا عندي جون الفاعل مال الجملي عندي سيد توني قلت السيد يبقى مثل ما هو سيد الفوارز حذفت وحطيت ببدالها ذات الفوارز حذفت وخليت ببدالها ذات ببدال الفوارز حذفت وخليت ذات الآي حولته الهي استاذ ليش حولت الآي الهي لأنه جون عاقل لأنه جون عاقل يعني بمعنى هو الشخص عاقل جون said that he was repairing ذكر الـ is الـ am توني ذكرتلكم تحول إلى what what المترجم الآخر يقول mom said mom said رح أغير هنا حتى تكون أوضح نقول علي علي ايت هز دانر يعني علي أكل عشاءه ايت هز دانر هنا هنا الام قاعد تحتي على نفسها لو قاعد تحتي على علي صير جملة mom said علي ate his dinner رح صير mom said that حط ذات من عندي وال said مثل ما هي تبقى الفوارز العلويات حذفت ذن اللي يفوق وقلت علي هاد ايت هز دانر عندي ماضي سويتها ماضي تام خليت هاد والأيت سويتها تصريف ثالث للفعل لأيت سويتها تصريف ثالث للفعل مثال آخر ماي وايف said قالت زوجتي i have been shopping كنت أتسوق هاي جملة هاي جملة مضارع تام جملة هذي مضارع تام ماي وايف told me طبعا انتو عادي هاي مو مشكلة اذا عادكم السيد تحول هاي مو مشكلة يعني ماك فرق شفير ماي وايف said قالت زوجتي i have been shopping يعني تشنت أتسوق فراح يصير الحل my wife said that she had been shopping طبعا الفاعل هو زوجتي my wife لذلك ذكرنا she وال had حطيناها وال ب ليش غلينا had لأن عندي مضارع تام سويت ماضي تام سويت ماضي تام هنا عندي جملة the boy said قال الولد i just finished the test يعني لقد خلصت لقد أنهيت الاختبار للتو هاي هي شمعناها راح يصير الحل في هاي الجملة راح يصير الحل في هذه الجملة the boy said قال الولد i just finished the test لقد لقد انهيت الاختبار للتو فراح يصير الحل the boy said that قال الولد خلينا ذات ذكرنا خصوصا لما تكون جملة مثبتة said that he had just finished the test انا عندي i هي ماضي بسيط فسويتها ماضي تام لقد ذكرنا كل الماضي صير التام he had just finished the test عندي هذا تصريف ثلاث و just نزلت مثل ما هي ما علاقة بها لأن احنا لعدنا عليها ملاحظة ولا لعدنا عليها شي ولا لعدنا عليها شي اي فنش the test فقلت he had finished the test he had finished the test ومرات ذكرنا انه فعل القول يكون هو موجود انا ما لعلاقة بي اصلا مثلا عندي shattered هي مثل ما هو shattered هنا that طبعا انا اقول they they shattered they shattered يعني هم قالوا شوان بمعنى هم قالوا shattered يعني قالوا shattered سروا ليس shattered اذن اذن نزلناها مثل ما هي ما لعبت بها كل شي شلت الأقواس حطيت الذات لان انا عندي ذات انا قاعد احتي عنهم هم ذي فقلت ذي حطيت الوي حذفت نحن حطيت ذي لان قاعد احتي عنهم مو ما قاعد يحتي انا قاعد كلام عليهم فشو نقول يعني صير اقول هم قالوا يعني انا صير اقول احنا نقول ما نقول ما نقول لهم فراح نزل الذين لان الفوعد لا الجملة مالت الذين هم سنقول teachers سنقول المدرسين مثلا واندي we have been waiting we have been beating طبعا احنا ذكرنا الهاف تتحول الى هاد تون قلت فان عندي الهاف راح صير هاد والبين هاد هي موجودة عندي فان نزل مثل ما هي وما راح العب اي شي بي هاد عندي الهاف سويت هاد كل ما سويت مثل ما عندي اي شي الهاف حولت الهاف يعني ما لنفيد ملاحظة وفيد علم ذرا رأي كل ما راح نسو ابدا انا عندي هنا الواز هاد او 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 هذه جملة الهسل اللي عندي هيا ماضي مستمر انا طبعا ذكرنا ملاحظة انه الماضي مستمر راح يصير ماضي تام في الكلام المنقول فعندي اي واز وور كينج اي واز وور كينج هيا ماضي مستمر عند احول ها ماضي تام راح اي هاد اي هاد راح يصير الحل عندي اي وز ورح حصير اي هاد وقت اي هاد وقت او انا طبعا هذا اذا عندي مثلا فاعل شي او هي نفس الشي ما راح يفرق عندي فان عندي هذا هو الكلام المنقول طبعا الكلام المنقول يراد لحل تدريبات ويراد لحل تدريبات ويقراية مضبوطة يعني ما لوحد يقرأ ويروح للمتحان ما راح يجلب اذا ما واحد يقرأ ويتدرب علي يحل تدريبات ما راح يقدر يضبط لان انت من تشوف لأول مرة تحس سهل بالبداية يعني بس بعدين لا بيه شغلات وبيه افكار اذا ما تركز وتقوم تحول انت ويتدرب ما راح تقدر السيطرة علي لو يجي مدري منه خذنا الكلام المنقول بالجملة المثبتة الآن راح نجي على الجملة الاستفامية اللي هي السؤال طبعا بالسؤال بالسؤال عندي حالتين عندي حالتين نركز شوية هنا هذا مضوع مهم لما تجيني جملة سؤال ويقل يحولها الى كلام المنقول منه يقلك اولا نقوم بحذف الاقواس ونربط الاف ونربط ها ونربط الجملة ونربط الجملة بإف ونربط الجملة بإف طيب او وذر اثنين او تمسح وذر إف ووذر اذا كان السؤال يبدأ بالفعل المساعد يعني انا لما يكون عندي فعل المساعد لما السؤال باديني ابدو او داز او ديد او هاي صيغة السؤال لما باديني بيها مثلا is or am do does is or am was where اي فعل مساعد كان اي فعل مساعد اي فعل مساعد كان لما يكون باد بي باد بوحدة من هذني is or am was عندي مثلا مثلا خلينا نقول where ايضا اي فعل لما نبادل جملة بوحدة من هذني الها هذني الها لما نبادل بفعل مساعد is or am was where هاي الجملة بدت بصيغة فعل مساعد يعني فبهاي الحالة انا راح احذفها واربط بif i said to علي i said to علي طبعا ال said to تحول انه كل راح يصير ناسك يعني انا دائما استخدم فعل القول هو ask يعني خارج الاقواس راح احط ask ومرات هو اصلا لقام موجود يعني احنا ما راح نسو اي شي فان من اريد احول الكلام المنقول i said to علي do you like tea i asked علي i asked علي علي الفاعل ما لها الجملة if he liked tea if he liked tea i said to علي قلت له علي do you like tea هل تحب الشاي i asked علي if he like tea انا عندي if do طبعا حذفت do الفعل المساعد حذفنا يعني مو حذفنا العفو حذفنا الاقواس هاي الفوارز اللي موجودة عندي هنا وا استخدمت if لانذكرنا اذا عندي فعل مساعد بادي السؤال بفعل مساعد do you like tea هل تحب الشاي فقلت if he likes tea طبعا الجملة مضارع الجملة مضارع مضارع بسيط هاي الجملة مضارع بسيط شون عرفت المضارع لان بادي يبدو ف i asked علي طبعا هذا علي ينزل مثل ما هو خلينا if ليش خلينا if لان الجملة بادي بفعل مساعد وطبعا لان قاعد احتي على علي فراح اقول he و like خليت لايك لان الفاعل مفرد الشخص الثالث او بالمبني المجهول يكون ماضي يعني مو مضارع لا المبني المجهول دائما يكون ماضي لا لننسى لان ذكرنا دائما المبني المجهول يكون ماضي يعني هاي ما ننساها يعني مراح نسوي مضارع لان انا قاعد احتي عن شي علي قال لي فاكيد يكون بالماضي وليس بالمضارع ف انا قلت لعلي هل تحب تي احسك علي احسك تي لان دائما نحول ها للماضي حسنا نطينا تحويلات مال أزمن بالبداية العفو مو مضارع ماضي نسوي اخذنا الجملة المثبتة الان رح ناخذ الجملة الاستفهامية تحويل الجملة الاستفهامية اذا عند الجملة بها السؤال شون نحولها الى المبني المجهود قبل انتو تأخذون بس الجملة المثبتة وهي سهل بس الجملة الاستفهامية لازم نركز بها اولا دائما اذا عندي say to say to say دائما نصير اسك لان بها سؤال يعني سأل نطيب هاي اول ملاحظة هاي ذكرناها ثانيا يقول اذا بادي عندي هذا الفعل المساعد راح نحذف ونخلي بدال f او مو نحذف يعني راح نحذف الاقواس ونخلي f نقوم بحذف الاقواس ونربطه ب f او whether نقول f احسن بس اذا كان السؤال يبدأ بفعل مساعد هاي الملاحظة الول هسان اي مو عندي هنا do خلي f بس لحد الان الهنا الهنا واضح حسن يقول هنا طبعا احنا نفس الحجي نفس تغيير الازم ونفس الشي طبعا صيغة الجملة راح تتحول انا عندي سؤال راح يصير مثبت يعني هسان هنا مو عندي do you like اي جملة مو صيغة السؤال do you like اي صيغة السؤال do you like هل تحب فاش راح اقول راح اقول he liked اذا نلاحظ نرجع الفاعل قبل الفعل يعني هسان مثلا عندي هنا مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال يقول مثلا هنا مثلا يعني عندي where are you going هنا اش قال where i was going يعني رجع الجملة من سؤال سواها استفام يعني نكتب ملاحظة ان في السؤال عند تحويل جملة في السؤال عند تحويل جملة السؤال عند تحويل جملة السؤال سنحول له الى مثبت يعني نسوي مثبت ليس سؤال حتى نحذر علامة الاستفهام وايضا نحذر ادات الاستفهام تحويل الجملة الاستفهامية بالجملة الاستفهامية أنا دائما خطوتين أساسيات عندي إذا كان عندي سؤال بادي بإز و آر و آم إذا كان عندي سؤال بادي بإز و آر و آم إذا كان السؤال يبدأ بفعل مساعد مثلا إز و آر و آم و آز و آر و إلى آخره فاللي راح نسوي إحنا شنسوي راح نحذف الأقواص اللي عندنا أو الفوارز الفوارز الفارز اللي عندنا و نربط الجملة بف لذلك من قائل اللي آسيت علي دو لايك تي فمن عندي دو لايك تي بهاية الجملة إذا اللحظ أنه اللي سوا اللي سوا أنه حوالها مثبت هي دو لايك تي هالي تحب الشعال صارت هي لايك تي سواها مثبت من جملة مثبت من سؤال هذا مثبت واللاحظ أن استخدمنا إف ليش لأن عندي فعل مساعد وهي الملاحظة قلنا إذا عندك فعل مساعد دو آم إز و آر و آم هذاني الأفعال إذا كان عندي وحدة من هذاني اللي راح أسوي راح أبدأ أربطها نبف راح أربطها نبف لما يكون عندي أداة سؤال لما يكون عندي عفوا فعل مساعد طيب أما إذا كان السؤال يبدأ بأداة استفهام فنربطه بنفس أداة الاستفهام إذا كان عندي أداة استفهام موجودة مو فعل مساعد راح ننزل أداة الاستفهام مثل ما هي يعني نفس أداة الاستفهام اللي عندي راح أستخدمه يعني لذلك أنا مثلا من عندي على سبيل المثال where من أريد أحولها الكلام المنقول اللي راح أسويه راح أخلي الwhere مثل ما هي ما راح أحذفه الwhere راح تبقى مثل ما هي ما راح أحذفه خليه مثل ما هي وثانيا نقوم بتحويل صيغة الجملة من الاستفهامية إلى جملة خبرية أنا عندي سؤال أسوي خبر عادي يعني هساني مثلا ما عندي كانت سؤال هساني مثلا على سبيل المثال يعني مثلا أنا مثلا من كان عندي يعني مثلا أنا لما يكون عندي مثلا ناخذ مثال بسيط يعني مثلا من عندي يعني مثلا من عندي where is what is is eating مثلا من الذي يأكل علي هذه الجملة عندي يعني من راح أحلها راح أقول علي 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 is eating علي is eating طبعا طبعا نحن عدنا ماضي يعني حتى الـ is راح أصير واز راح أصير علي is eating مثلا نقول فش فهنا فهنا اش سويت آني سويتها من سؤال إلى مثبت من سؤال إلى مثبت كانت علي كانت عند الجملة علي إز علي صارت علي واز صارت علي واز اصير يعني حتى الزمن نعكس طبعا ما نعكس الزمن هو عندي مضارعة زوائي ماضا انا لم أكتلكم ماذا يتحول للماضي من كلام مقوم اي 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 علي اي صارت علي واز اي اي يعني قدمنا احنا بالسؤال دائما نقدم فعل مساد على الفاعل هنا قدمنا اي 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 رجعنا قلنا علي واز اي تن يعني سويناها سويناها من السؤال حطيناها مثبت لأن احنا اصلا حولنا جملة من السؤال الى المثبت واي اي احنا نحاول الزمائر والأزمن والكلمات كما سبق مثل ما احنا حتينا عنها بالبداية الآن ناخذ الموضوع انا عندي هنا سؤال يقول اي سيد تو علي do you like tea مثلا على سبيل المثال لو اجت جملة مثلا خلينا نقول did did علي did علي مثلا خلينا نقول did علي send the the car او send the money money حلو هذه جملة جملة سؤال اريد احاول للمبني للكلام المنقول did علي send the money هذه جملة ماضي طبعا اذا عندي جملة ماضي لازم تحول الى الماضي التام احنا ذكرناها فانا اش احاول احاول الى الماضي التام يعني احاول الجملة الى الماضي التام وحاول الى مثبت ها حاول الى مثبت بلا خلينا اسهل ها شوية اسوي دو لان صعبة اذا سب الماضي دو علي send the money هل يرسل علي الاموال اريد احاول الى الكلام المنقول احنا نعرف القاعدة مال الكلام المنقول شنه القاعدة طبعا القاعدة انه دائما اذا كان عندي المضارع يتحول الى ماضي فهي القاعدة احنا اصلا نعرفها وحافظ انها خذناها طيب خلينا نحل هس هاي الجملة عندي اريد احاول الى الكلام المنقول هاي اذا عندي بيها لا فعل قول وكل ما علي طبعا راح حول الى الماضي هاي اول خطوة ليش لان عندي مضارع المضارع يتحول الى ماضي فرا حصير الجملة علي طبعا هي سؤالة سويها مثبت علي سنت سنت ذ علي سنت ذ موني علي سنت ذ موني هذا هو الحل انتهى استاذ اش سوا نحن هنا سوينا جملة من مثبت حول ناها الى الماضي من سؤال حول ناها الى الماضي حضف نا علامة الاستبهام طبعا وصارت جملة هسا كلام منقول طبعا هناش راح اسوي راح استخدم اف استاذ ليش استخدم اف لان جملة بعد ابدو نخلي اف راح اصير اف علي سند ذمني هاي الجملة هيتش انا جبتها يعني خلينا نقول مقطمة هيتش انا جبتها هيتش على موتي السهل شوي على موتي الصورة واضح يعني مثلا على سبيل المثال مثلا عندي جملة اخرى can he can he مثلا غيرين اقول can he swim can he swim هاي الجملة عندي اريد احولها الى الكلام المنقول فراح اقول if he could could swim انا قلت نحذف الاقواص ما قلنا نحذف الفعل المساعد الاقواص الفوارز اقصد بيها احذف الفوارز هاي الفوارز اللي عندي عندي الفوارز 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 مثلا على سبيل المثال عند جملة اخرى اجاني السؤال وقال يحول ايها الجملة الى الكلام المنقول بكل مثلا خلينا ناخذ الجملة اخرى مثلا هاف ضارع تام هاي الجملة هاف 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 ذي هاف ذي نقول مثلا هاف هاف ذهبوا الى المنزل هل 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 هم بفعل مساعدة؟ إذا هم بفعل مساعدة إذا ما أخلي علامة استفهم وخلي نقطة ما أخلي علامة استفهم مثلا عندي جملة أخرى مثلا خلينا نقول هي is she studying now ركزوا لي على ال now ال now راح تتغير ذكرنا ال now تتحول الى شيء اخر هسا راح ناخله طبعا is طبعا راح اقول if لان بادي افعل مساعد if she if she ال as راح اصير was if she was studying و راح اصير عند الحل هنا if she was studying if she was studying now يعني السؤال اخلي مثبت السؤال اخليه مثبت و احوله للماضي مثل ما تعلمنا مثل ما تعلمنا ذهن استاد اذا اتشعك بواص 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 مثلا نحن عدنا بضل الول ما أخذنا عليها لنأخذها على الول 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 تتحول إلى ود وإلى آخره مثلا على سبيل المثال وات كان علي وات كان علي دو هاي جملة كلام منقول واريد أحولها إلى المبن إلى هاي جملة سؤال واريد أحولها إلى كلام منقول طبعا هنا راح أستخدم وات هنزلها مثل ما هي ما راح أستخدم اف فراح أقول وات علي وات علي وات علي كان أسويها كود وات علي كود ودو وأخلي نقطة اشام سأجل وات علي صف Whoops راح أقوم ب Update نقوم ب او عند ا دو علي مثلا وير دو علي بلاي بلاي وير دو علي بلاي فراح يصير الحل عندي هنا في هذه الجملة وير دو علي بلاي راح أنزل الوير مثل ما هي وراح أقول علي وير علي هنا هنا عندي بلاي راح أسويها بلاي بلاي راح اصير بلاي لأن انا عندي مضارع بسيط فسويتها ماذا بسيط؟ دو راح اتدو هاي بالسؤال احنا اتدو نستخدمه بالسئل هسه انا عندي هنا هاي جملة مثلا عندي علي هاي عندي علي بلاي 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 هذه جملة عندي علي بلاي 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 اذا قلت سويها سؤال راح تقلولي ليس للغاية إ 이거 ستأ Ross咲 fab IST ล او عنددي سواء المشرف لماذا نحذب لأن هنا أصلا لا يوجد لديه بالمثبت لا يوجد ل RI علي مفرد رأسي ردازو ريد ليس كل رح لم تم فرق لأن هنا اعداءrico فـ Where Did علي PLAY? فراحصير Where علي PLAYed وخلي النقطة هذا هو الكلام المنقول في صيغة السؤال هذا هو الكلام المنقول في صيغة السؤال وهاي أمثلة I said to علي Do You like tea? صار الحل I asked علي If he liked tea طبعا آني عندي Do هاي السؤال بالمضارع إحنا راح نرجع للماضي فراح أصير I Asked علي If He Liked T استاذ الـ FM 2 جبتها لأن انت عندك فعل مساعد بعدين أبدو زين استاذ ولهي لأنه أنا قاعد أحكي عن علي زين اللايك ليش سونا هاللايك للماضي زين الدو وراحت الدو بس بالسؤال القابل بالمضارع بالمثبت ماكو طيب السيد 2 تتحول إلى Asked السيد 2 تتحول إلى Asked تاولا ذكرنا هنا My Father Said To Me Did You Buy Car Yesterday My Father Asked Me طبعا السيد تتحول إلى Asked Me If My Father Asked Me يعني والدي سألني استاذ ليش قلت I هس أنا قاعد أحكي على نفسي وقاعد أحكي عن والدي علي من قاعد أحكي آني Did You Buy Car Yesterday والدي سألني انت اشتريت سيارة البارحة الآن أنا دا أحكي دا أنقل كلام عن والدي قاعد أحكي عن نفسي لو قاعد أحكي عن والدي قاعد أحكي عن نفسي فراح أقول My Father Asked Me If I Had Bought A Car Yesterday استاذ شين هاي الهادي منين جبتها؟ ما أنت عندك ماضي؟ أنت عندك ماضي؟ الجملة هاي أصلا هي ماضي فالماضي يتحول إلى ماضي تام الماضي يتحول إلى ماضي تام خلينا نكتف هنا على مودة شوية قاعد أحكي عن المعادة؟ لقد أحكي عن الماضي تأبي الواقع خليه ما نكون هو ماضي يومي لأن الجملة هنا باضية بفعل مساعد وخلي إف بالبداية إف آي هاد ليش أحكي أنا لأنا قاعد أحكي عن نفسي ديد يو باي أكار هل اشتريت السيارة بعدين السؤال لمن أنا أسهل كنت أشتريت سيارة راح أنت أكيد هو جاوب من أسهل كبير أكيد الجاوب يكون بآك وراء أصل إلى أدي بفعل طبعا إستاد الباي ليش عملنا إلى بتلتي تصريف ثالث في التصريف الثالث